. هاده مدة والمغريب يتعرض للحملة الحقوقية دولية هاده مدة والمغريب في فوهة المذفع للبرنامج الأوروبي هاده مدة والمغريب يعني البندي للبروجيكتور Duty twice وهذا مدة والمغريب يتعرض للسرخ والجلد علي في نمر وهذا مدة والمغريب حد و هيتعرض للتحرشات Regular وهذه الحاملات الدولية اللي المغرب كان عليها أن يواجهها بدكاء وبنباهة وبحكمة كلقوا أنه تزيد يعطيها للناس هذو كي يعطيهم الكرة باش يسمع شيء ضد المغرب وضد المصالح العليا دي المغرب نحن هذا شيء ما كنت نتكلموش من الفراغ الحجة جتنا من البرنامان من الغرفة اللولة يوم الإدنيس 17 أبريل 2023 حيث البرنامان المغربي الذي كان عليه أن يكون متانا للصفاء والشفافية والمزاقية كلقوا هي للأسف وهو اللي يعطي نموذج في الصلافة ويعطي نموذج في الفساد كيف؟ نهر الإدتين 17 أبريل البرنامان المغربي فيه شخص غرفة اللولة يصوت على محمد مبديع رئيس لجنة العدوى الشريع وحقوق الإنسان يحصرتها نحن نعرف هذا محمد مبديع ملاحق بالعديد من التهم وملاحق بالعديد من الفضائح التي تحقيق فيها الفرقة الوطنية والشروط القضائية بأمر من النيابة العامة كيف هاش هذا السيد ملاحق بقضاء الفساد ويشوفوا هذه التبديل المال العام على المسؤولية التي تولاها كرئيس للفقية بن صالح منذ أكثر من 20 سنة كيزي البرنامان ويزكي رئيس لجنة العدوى الشريع وحقوق الإنسان قد نقول بأنها تسيد محمد مبديع ريوغو كيسيلو على المناصيب ولكن كان أولق على حزب حركة الشعبية لكينتامنة يا محمد مبديع اللي يرشيحها تسيد علاش حيث حزب حركة الشعبية ملاستقنة الآن واشعقيم لهالدرجة لم يتمكن من إفراز نخب ولم يتمكن من إفراز مسؤولين الفيشة انتربولومتريك ديالهم بيض وطاهر ونقي حتى يتولوا هذه المسؤولية لماذا؟ لأن محمد مبديع الذي تلاحقه كما قلنا شبهات الفساد من يخرج من الفرقة الوطنية التي تتحقق معه في قضايا التبديل المال العام هو الذي يمشي البرنامان ويصدق على الميزانية للصدق القضائية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وهذا مضعية بشي فهما الإنسان إمام قرقب إمام الريح كي صوت ليف مخو لماذا؟ لأننا محمد مبديع لم يتطلع بحضوق أو صوته عليه جنون في البرنامان كرئيس لجنة العدو التشريع وحق الإنسان صوت عليه مئتين وخمسين نائب ينتمون لمختلف الأحزاب الممتلة في البرنامان وبالتالي هذه الأحزاب مسؤولة أيضا على هذه الفضيحة وعلى هذه الجريمة التي ترتوكيبت يوم الاثنين سبعتاش أو الاثنين الأسود في الحقيقة ثم تريتا أن محمد مبديع وحناس نقول علاش البرنامان الأوروبي يتحرش بالمغرب علاش البرنامان الأوروبي قرر لا يستقبله ويجلسه ويتشاوره ويتحور مع البرلمان المغاربة كيف أش找 البرلمان reorgan أكبر يتشاور وجلس البرلمان المغاربة ويقравствف عينه بأن الغرفة اللولة كتتصوت وتتزكي وكتنصب واحد ملاحق بتهام وبشبهات الدين الفساد صحيح مغهرب ،ر يؤمنوا في قانونة cabeza والمتهم بريء حتى تقبس إدانته صحيح المغاربة لا يتدخلون في القضايا الرائجة أمان ما حكيم ولكن من ناحية الأخلاقية أنت كسياسي كان عليك أن تربأ بنفسك بأن لفتر الشعب وكان على حزب الحركات الشعبية أن يرعي الصورة للمغرب وأن يرعي السمعة للمغرب على المستوى الدولي باش ميرشحش هاد مبديع ويدين واحد خور لمكاننا دياله لأن هاد البرلمان مش دين مبديع ومش دين أزين ومش دين الحركات الشعبية ومش دين الأحزاب اللي كان هنا في البرلمان وفي الأخير كنت باكوا علشنا مغاربة والشباب بالخصوص ينفرون من السياسة ويكفرون بالبرلمان وبالبرلمانيين